بيع ضد موضوع الأكل بكميات كبيرة و ضد التحديات اللي من هذا النوع اللي خصوصاً أنا شوف الحقيقةً فيها ضرر على الصحة أنت قاعد ضر صحة بهذا الأكل خصوصاً يعني أن الأكل غالباً اللي يسوم فيه التحديات هو أكل غير صحي و أصلاً الشي لا زاد عن حده هنقلب ضده فبالتالي ما ينفع أن أنا أكل بكميات كبيرة ماذا عنك يا أهالي الجبرت؟ أولاً من ناحية الصحة لا تظنون أنهم يأكلون وهم مو بدارين شقع يسوون فاللي يظن أن الأخ هذا اللي قاعد يأكل بكميات كبيرة سواء كنت المشهور أو الأيين كان فهذا الرجال عارف شقاً يا أكل وفي بعض المواد يأكلها عشان تمشي الأمور اللي في بطنه وفي بعض الأمور لأن الجسم ترى إذا دخل عليه كمية الأكل اللي قاعد يأكله شواء كان سكر أو زيوت وإذا ترى يمكن يطيح يغمى عليه فهم عارفين اشي اللي قاعد يصير في الجسم وعارف فيه تحاليل قبل الأكل وبعد الأكل يسويه عشان تمشي أموره لأنه هدف عدد مشاهدات و عدد ناس اللي يشوفون الأكل اللي قاعد يسويه هذا الشو عشان يجذبك فقط لا غير في نفس الوقت ما حيضر نفسه اليوم ما أكل نداغ غندغ بكرة كمان بيأكل ثاني مرة و ما يجي شيء هذا لا يمكن فهم عندهم لا إله إلا الله كرسات يسوونها مع بعض مع دكاترة و متابعين لهم بس ما يبرون للناس يحس بأنه من قوتهم سوي لا لا هذا الشخص طبيعي ما يسوي أبدا إذن أنت تدافع عنهم أخي لا أقول حقيقة عنهم الشيء الثاني شخ محمد يقول أنه خاول محتوى فقر فقر محتوى لا أنا ما أرى أنهم فقر محتوى و كذلك الشيخ رضيع يقول أنهم إيش أنه ما يخطبه يقول أنه حتى الحين يقول أنه ما أفهم ما أفهم ما استوعب أشوف المحتوى جميل طبعا هو فكرة لا حد يظن أنه الهدف أنه عشان الأكل قاعد يأكله أبدا لا ألا يسوعنا والله ترى كلام محمد منطق أنه مخاوي إيش القيمة المضافة التي يعطيك إياها أنت اللي تجاهد لي من خلال الأكلات اللي قاعد أدغ فيها أول شيء إذا تبي له هو أو للمشاهد لا للمشاهد للمشاهد بيعلمك المنيو كامل واحد بيعلمك لا إله إلا الله طعم الوجبات الموجودة هذه طعمة وشهد طعمها فهذا الشيء وقت فراغ عندك كثير فجل الله رعب بالك أهم شيء حاجة إبراهيم أقناعك طيب أي في حاجة أقناعك بكلامه إذا كان في حالة وحدة بس لكن يأخذ نسبة فقط من المطاعة أكيد أو يأخذ المولي شف لا تظن صاحب محتوى بس ينزل محتوى ما يدرش له طرح بعضهم يعني ما أحتاج يعني أنتم أدروا مني في يعني إدارة المحتوى وكذلك البداية قد تكون فاضية يعبد من عنده يدفع من جيبه لكن بكرة أبداً لن يدفع من جيبه أبداً يعني شيء أمر منتهم إنه مطاعة ما دي كثرها بخصوصاً اللي كنت أتكلم عننا أنا تره أساساً يعني يتمرن حديث بكثافة يعني غصباً عنه غصباً لا يميحرق فنسبة الحرق عنده أعلى ونسبة احتياج عضلاته للبروتين اللي هو يأكله حتى لو كان بالكيلو عرفت بيكون أعلى ونسبة ضخ الدم اللي يحتاجه والدرة الدموية يحتاجه أكثر فعشان كذا حتى ضرر الموضوع عليه أردت بيكون أقل من غيره فأنت ما تسوي زيه أردت تشوي المقطع تقول أوه ما سوي زيه لا ما تسوي زيه هو الفكرة ما يقدم الشيء هذا عشان تقلده هو بس يوريك على قرارة مطابع خاص أردت معين في حياته يعني يسوي ومثل ما قال هاني يعني يقول فيه أساساً فيه ناس يعني يأخذون كورسات يكون معهم متابعات وطباء التغذية ولكن تعورت يعني قبل ما يبدأ أنه بكرة وش الوجبة اللي بياكلها عارف السعرات كم لازم يخفض السعرات اللي فيه ضغط الدم كيف وضعه ترى مهي بسالفة بسيطة أبداً والطباء يدرونها للعلم هذا يجهز نفس البكرة وش بياكل كامل تجهيز كامل وفيه معاه فريق ترى أنت تشوف مقطع مصرع ترى بس فيه ناس يناظرون ترى السكره كيف وضعه كيف أموره ماشي الضغط ماشي زين أموره تمام شما يطيح يغم عليه لأنه أكل مبلعب